بالحرف الأول القواعد الشكل التالي D متحرك وهو حرف جديد سوف نأخذه الآن و A متحرك كما أخذناه سابقا قاعدة الحرفين الصوتيين A أو A أتى في قاعدة الجمع LAR و LAR هنا D أو DA D أو DA أما D متحرك فهذا سوف نأخذه D متحرك إما أن يأتي D أو T إما D أو T إذن لدينا أول حرف جر D أو D D أو T T لأن A هي A متحرك أما D متحرك D أو T إذن لدينا أربع حالات للحرف الأول الجر D د د د تا تي هذا الحرف يعني في أو على أو ما ممكن أن يأتي بثلاث معاني في لغت العربية في على ما السؤال هو متى نستخدم د متى نستخدم ت A أو A نعرف جيدا كيف نستخدمها ننظر إلى آخر حرف صوتي في الكلمة إن كان سقيلا نضع A إن كان خفيفا نضع A أما D أو T سنعرفه الآن سوف نأخذ قاعدة جديدة باسم بائع الفستق في لغة التركية تعني فستق تشي شي هاب فستق تشي شي هاب لننظر إلى الأحرف طبعا الساكنة فقط في س ت ك ت شي هي ب هذه طريقة فقط لتسهيل حفظ هذه الأحرف بكلمة فستق تشي فستق تشي هاب لننعود إلى الأحرف في س ت ك تشي هي ب سمانة أحرف اختصرناها بكلمة فستق تشي هاب إذا انتهت الكلمة في هذا الحرف في حرفين من هذه الأحرف السمانية نأخذ ت أما إذا انتهت بباقي الأحرف نأخذ د لنبدأ بالدين متحرك ننظر إلى آخر حرف إن كان من الأحرف السمانية فستق تشي هاب نضع ت وإن لم يكن منها نضع د إنه لم يستم من الأحرف فستق تشي هاب بسبب أنه حرف صوتي إذن نضع د بالنسبة للأ المتحرك ننظر إلى آخر حرف صوتي في الكلمة إذا كان سقيلا نضع أ وإذا كان خفيفا نضع أ نظرنا إلى هي إنه سقيل إذن نضع أ أضع نضع أ آسف أضع د أضع د تعني في الغرفة مثال آخر مسا كلمة مسا تعني طاولة إذا أردنا أن نقل في الطاولة لا تجوز إذن ترجمتها ستكون على الطاولة على الطاولة معناها مسا لننظر إلى آخر حرف آخر حرف في الكلمة ليس صوتي آخر حرف آخر حرف ليس من الحروف الثمانية في استخدام شهاب إذن نضع د بالنسبة للأ متحرك ننظر إلى آخر حرف صوتي في الكلمة إن كانت سقيلا نضع أ إن كان خفيفا نضع أ إنه سقيل وضعنا أ إنها مسهدة على الطاولة مثال آخر صنف صنف تعني صف نريد كلمة في الصف ننظر إلى آخر حرف في الكلمة إن كان من في استخدام شهاب نضع ت إنه في في من قاعدة في استخدام شهاب إذن وضعنا ت صنف الآن أ متحرك ننظر إلى آخر حرف صوتي في الكلمة إن كان سقيلا نضع أ وإن كان خفيفا نضع أ إنه سقيل غير منقوط إذن نضع أ صنف ت صنف ت تعني في الصف مثال آخر كلمة مركز مركز تعني مركز لنقل في المركز ز حرف الز لا يوجد في قائمة الأحرف السمانية إذن نضع د ننظر إلى آخر حرف صوتي A أو A أي مخفف إذن نضع A مركز د في المركز لنأخذ كلمة أوفيس أوفيس تعني مكتب إذا أردنا أن نقول في المكتب ننظر إلى آخر حرف إنه من الأحرف السمانية إذن نضع ت وبالنسبة إلى الأ متحرك ننظر إلى آخر حرف صوتي إنه منقوط إذن خفيف إذن نضع ت إذن أوفيس ت لنعيد أضع د مصة د صنف ت مركز د أوفيس ت هذه القاعدة فقط في حرف الجر في أو على أو مع حسب الترجمة إن كانت مع شخص فإنها حسنا سوف تأتي مع وليس على أو في المثال لنأخذ مثال لنقول علي لا نستطع أن نقول على علي أو في علي حسنا سوف تكون مع علي إذن لنبدأ ننظر إلى آخر حرف موجود هل هو موجود في أحرف السمانية لا إذن نضع د ننظر إلى آخر حرف صوتي هل هو منقوط أم سقيل إنه خفيف منقوط إذن نضع د علي د تعني مع علي مثال أمر ننظر إلى آخر حرف ليس موجود وضعنا د ننظر إلى آخر حرف صوتي سقيل وضعنا أ أمر د تعني مع عمر لنأخذ مثال مثال اسم محمد محمد باللغة العربية يكتب هكذا محمد لا نقول محمد نقول محمد إذا قلنا إذا كنا نريد أن نكتب مع محمد ماذا نقول محمد آخر حرف هو من الأحرف السمانية إذن ت والحرف الخفيف هو أ نقول محمد ت حرف الجرد اليوم هو حرف في على ما اختصرناه بالشكل التالي د د ت ت له أربع احتمالات أخذنا الدين متحرك وعرفنا كيف نأخذ د أو ت ت في حال انتهت الكلمة بحرف من حروف في استقششها في س ت ك ت ش ش ه ب وإما باقي الأحرف فنستعمل د أما ا أو قلنا قسمنا الأحرف الصوتية إلى قسمين قسم سقيل غير منقوط ورائده أ وقسم خفيف منقوط ورائده أ إذا كان قسم السقيل إذا آخر حرف صوت بقسم حرف حرف سقيل نضع آ إذا إما د أو ت وإذا كان مخففا نضع إما د أو ت لنأخذ هذه الأمثلة كلمة مطفق مطفق تعني مطبخ كلمة إف إف تعني بيت كلمة أكل أكل تعني مدرسة مدرسة لنبدأ بكلمة مطفق إذا أردنا أن نقول في المطبخ يجب أن نقول مطفق ننظرنا إلى آخر حرف إنه ك إنه من الأحرف السمانية نعم ف س ت ك ك إنه من في استقششها إذن أخذنا ت فورا لننظر إلى آخر حرف صوتي في الكلمة إنه آ إنه سقيل إذن آ مطفق ت المثال الذي يلي F حرف V ليس من الأحرف السمانية إذن أخذنا D آخر حرف صوتي خفيف إذن D F D أكل آخر حرف لا غير موجود في الأحرف السمانية إذن D آخر حرف صوتي هو أ إنه سقيل إذن D وهكذا يكون قد انتهتنا اليوم أتمنى أن أكون قد أوصلت الفكرة لكم بشكل جيد ترجمة نانسي قنقر